انا شايفك انت مستني فرصة او الطرف التاني يكون يعني لو الحديث دي حصلت من طرف تاني يكون هو اللي مستني انك تدي له فرصة. في فرصة هتتقدم لك وشايفك بتتغير تماما. يعني بتحاول تاخدوا الامور بشكل هاي جدا بتحاول تروض كل اللي حواليك او الطرف التاني يعني انت بتستعمل معي اسلوب مختلف تماما. اسلوب فيه زكاء وفيه حكمة وفيه جدوء. اه او الطرف التاني هو اللي يعمل معك كده. يعني هو اللي نشي هو الغلطون هو يعمل معك كده. اه يبهد عن العصبية والحبة في الكلام. ويبتدي يتعامل معك بشكل اه اه شوية فيه سياسة يعني. شوية فيه سياسة في تساهم اه اه عايز يسيطر عليه اه او على تفكيرك من الناحية دي. بس مش بشكل وحش يعني. بشكل كويس. مش يسيطر على تفكيرك بشكل وحش? لا. بشكل كويس. او انت. اه اللي جاي لك بعد كده برج العزراء. اه انا شايفة في عندك انتصار. انتصار اه في العلاقة العاطفية. اه يعني بعد تعب وبعد جهد كبير جدا. لبعضكم ممكن في علاقتات فيها كتير. اه لبعضكم ممكن تكون وكنتم منفصلين. اه لبعضكم ممكن يكون اه غير مرتبطين اه رسميا. وانت احاسس ان انت تعبت في العلاقة دي او قدمت فيها وقت كتير ومن غير فايدة. فالعلاقة دي زي كمان ما شفنا في الطاقة بتاعتك. انت العلاقة دي هيحصل فيها انتصار اه بشكل او باخر. اه لكن انا شايفة انت كمان ممكن تكون بتتعمل يعني انت تظاهر لك هنا اه في كارتين انتصار. اه في علاقة انت ممكن تكون موجود في علاقة هي فيها طوأم روح. يعني علاقة اه اه فيها حبه متبادل. اه انت بتحب الشريك. والشريك كمان بيبدلك نفس الشعور هو كمان بيحبك اه 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 حصل فيها شوية قلق. اه شوية زعل. اه شوية غمود. اه حاجات غمضة عنك او عن الصرف التاني. لكن بعد التعب اللي انت تعبته ده. اه فيه انتصار. يعني انت الكارت بتاعك اللي انت بتشتغل فيه. او بتشتغل على علاقة او انتظارك او جهدك ده كله. كارت ده جنبه من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال كارتين انتصار. فانت عندك اه انتصار ورجوع. يعني ممكن اللي مستني رجوع للشريك منفصل عنه. اه فيه رجوع ان شاء الله. انا شايفة فيه رجوع. اه وترتيما للعلاقة. اه فيه فرح فيه سعادة فيه زواج. اه البعض ممكن خطوبة وارتباط. اه يعني بعد فترة قلم ومعاناة كبيرة جدا. فترة حسبت فيها نفسك مين غلطان? حسبت فيها نفسك انت كمان اه شفت نفسك ان انت كنت غلطان في حاجات او او فيه حاجات كنت متسرع او متهور فيها او او ما فكرتش فيها قبل ما تعملها. اه يعني بعد كمان اه اه العلاقة انت كنت فيها بعضكو كمان كان في علاقة هو فقط فيها الامل تماما. يعني اه وممكن كمان اقول اه انها علاقة يعني كان مقدر لها الانتهاء. علاقة مقدر لها الانتهاء برغم من صعوبة وبرغم مواجهات وبرغم تحمل وبرغم انك ممكن تكون انت او الصرف التاني تحملتو فيها كتير. او قلتو يعني نحاول ان ان العلاقة دي ما تنتهيش او انها تستمر. لكن هي اه يعني ينصروا بيقولك انه ده كان قدرا لازم يحصل لازم يحصل لدروس. ممكن تكون دروس ممكن تكون علشان بعد كده تكون حاضر اه تخلي بالك اه 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 شايتك كمان بين صور حوالين علاقتك وحوالين بيتك فيما بعد. وانك تخلي بالك من اه حياتك اه العاطفية او العائلية اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله. تخلي بالك كمان على مجهوداتك. يعني انت في علاقة قدمت فيها مجهود كبير قوي. لكن شوية كنت متهور او الطرف الثاني كنت بتتعامل مع شخصه اه اه متهور او مش يعني مش مقدر مسئولية العلاقة او مسئولية زواج او مسئولية ارتباط. اه شايفة فيه تغيير جاي في الفترة اللي جاية. فيه ترتيم العلاقة. فيه رجوع اه اه فيه رجوع لمنفصلين. اه شايفة كمان اه ممكن تكون بتتعامل يعني مع طرف تاني يكون اه مختلف عنك. يعني انتو الاثنين تكونوا مش شبه بعض. تكونوا جنسيات مختلفة. او انت في بلد وهو في بلد. اه لكن فيه بينكم اه تواصل روحي قوي جدا. اه انتو الاثنين بتستكروا بعض كتير. بتبقى في الفترة بالليل. اه كتير بتستكروا بعض كتير شايفة الطرف التاني حزين اه حزين بسبب البعض. اه كمان انا شايفة هنا ابراج اه عقرب وسرطان. اه معيك يا برج العزراء. والابراج النارية كمان معيك. اه لكن شايفة فيه قرار اه بخصوص العلاقة دي اللي فيها تباعد. شايفة فيه قرار انت هتاخده. اه يعني بعد سماعك لاخبار. يعني ممكن في اخبار تسمعها قريب. اه بناء عليه انت هتاخد قرار. ولو بعضكم فضع متوقف او معلق او او بقى له فترة مش بيتغير. انت هيكون في ايدك القرار. انت هتاخد القرار بس بعد ما فيه اخبار هتسمعها خبر او اتنين. هي مش اخبار سيئة. لأ. اه هي اخبار كويسة. اه فانت هتاخد قرار اه والقرار ده هيكون سلين. لان انا شايفة تفكيرك فيه هيكون بعقلك اكتر حاجة مش مدخل فيه العاطفة خالص. اه هيكون بعقلك بس. فشايفة في الفترة اللي جاية ان شاء الله فيه قرار هتقدر تاخده. اه وشايفة ان انت مستني فرصة او الطرف التاني مستني ما تديره فرصة تانية. اه لكن فيه بعدها اه ان شاء الله تترسيم العلاقة او زواجي فيه ارتباط او رجوع لشخص هو بالسال اه طوق مروح او اه للعزبين ممكن تكون بارتباط مع شخص طوق مروحك او هتقابل طوق مروحك ان شاء الله في القريب وهيحصل ترسيم للعلاقة دي. وشايفك منتصر منتصر مرة تانية برج العزراء ان شاء الله. النصيحة بتاعتك. اول اول هقول الطرف التاني بيفكر فينا ازاي? اه انا شايفة الطرف التاني بيفكر اه ممكن دايما قلت في بعضوكم الطرف التاني يكون مسافر او انتم متبعدين مع بعض في اخبارها تسمعوها. اه بعضوكم في علاقة ثلاثية لو هو فيه الطرف التالي فيه عنده علاقة ثلاثية. اه فيه قرار هيستاخد. اه قرار ده هيكون فيه عدل. الطرف التالي التاني ده تفكيره. قرار لازم ياخده. لازم القرار ده يكون فيه عدل. اه بخصوص العلاقة الثلاثية. لو ما فيش علاقة ثلاثية يبقى القرار ده هيبسط كنتم الاتنين جدا وهتحتفلوا به انتم الاتنين. يعني القرار اللي هيستاخد ده مش اه حاجة هتكون ضد مطلحتك. لأ انتم الاتنين هتكونوا والتفوطين. وانتو اللي اتنين هتحتفلوا بيه هتكونوا مبسوطين جدا. آآ شايفة القرف التاني بيستكرك كتير. آآ بيبص عليك كتير. ممكن بيتواصل معيك روحيا. آآ تذكيره فيك بشكل متواصل. لو انت بتفكر في حالين هيكون بالافتر بسبب تذكيره هو فيك والرسائل اللي هو بيبعت هالك. آآ آآ شايفة بيبص عليك بيرقبك بيستكير ذكرياتك ومع بعض آآ بيستكير كلامك تصرفاتك. آآ شايفة كمان ان هو بيشوفك انت ليه آآ آآ البصان يعني انت الشمس وانت السعادة وانت الحياة اللي هو عايز يعيش معيها. ده اللي انا شايفة آآ من تذكير الطرف التاني في الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا يا برج العزراء. النصيحة بتاعتك يا برج العزراء للفترة اللي جاية. عايزين يشوف انت حصل لك ايه وايه نصحتك اللي طرو بيقدمها لك. طرو بيقول لك تبتاش فيه. آآ حاول تاخد وقت مع نفسك. تاخد وقت مع نفسك ان انت تفكر ان انت تسيطر على نفسك على اعصابك. ان انت تتخلص من الجروح ومن الالام اللي موجودة عندك وان وانك تطلع من المسئليات ومن كل الاعباء اللي انت حاسس بيها. لأ خرج كل السيور دي من جسمك ومن طاقتك ومن حياتك. يبتدي آآ تستشفي طاعد لوحدك. آآ تعمل آآ تأمل تعمل استشفاء. يعني اخرج من الطاقة السلبية. واحاول تفكر بهدوء علشان توصل لحلول آآ او عشان توصل للمراحل اللي احنا اتكلمنا عنها في القراءة آآ آآ الحياة السعيدة والمستقرة واللي احنا شوفنيه في القراءة. كمان بعضكم ممكن يكون آآ بينصحك لو انت آآ مدمن على شيء. ايا كان الشيء ده هو ايه? آآ يعني يعني متعلق بشخصي جدا انك حاول تخرج من الطاقة دي تستشفي تخرج من الطاقة دي. آآ مدمن على تعاطي اي شيء آآ آآ سواء كان في الاكل او في الشرب او آآ او اي حاجة انت بتعملها بشكل مفرد. آآ حاول ان انت تخرج منها. كمان لو انت بتمر بحالة غضب شديدة من الشريك. حاول ان انت آآ تخرج من الحالة دي. آآ كمان لو بعضكم بيعاني من طاقة سلبية في حياته. آآ سواء تحرق او حسد. آآ كمان الطارب ينصحك انك تتخلص من الطاقة دي. فانا السلبية اللي انت بتمر بيها او الموجودة حاليا في حياتك. سواء اي حاجة من اللي انا قلتها او كلهم. حاول انك تتشفي منهم او انك تتخلص من الحالة السلبية اللي موجودة آآ محيطة بك في حياتك. آآ كمان آآ يعني هنا بيطلب منك انك آآ في نصيحة انك آآ آآ تحاول تفكر بحكمة تفكر بعقل آآ آآ تتكشف الامور تفكر. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة